اهلا وسهلا بحضراتكم الدواء الحكومة خدت قرار بتشجيل لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل ست شهور قليات لتنظيم سوء الدواء واستقرار السعر وما بين قصين وتوافر الأصناف دي حاجة بقى مهمة جدا أوي خالص خلونا نرحب بضيوفنا العزاء داخل دكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء أهلا وسهلا أهلا وسهلا فان ازاي الحال دكتور علي عبد الله رئيس الجامعية المصرية للدراسات الدوائية ازاي الحال ابدأ الاول بدكتور علي عوف انا هبدأ الاول بتوافر الأصناف ثم الاستقرار نبدأ منين كيف اضمن توافر كل أصناف الدواء مقاشش الصيدلية ويتقلي ما فيش أصله نقص تمام أولا هو الدواء سلعة استراتيجية وهي أمن قومي وليها بعض اجتماعي والبعض الاجتماعي ده مهم جدا في منظومة الدواء الدواء مسعار جابريان واحدة من ثلاث سلعة تسعير جابري احنا عندنا في مصر حوالي سبعتاشر ألف دواء متداول الأدواء اللي موجودة في مصر معظمها المتدولة هي عبارة عن أدوية مهاش ابتكارات جديدة هي أدوية أساسا موجودة في كل دول العالم وشائعة وتصنعها مهاش صعب وفي أكتر من شركة بتنتجوا احنا في مصر بنتعامل مع الدواء بمنظومين منظوم تأمين صحي ووزارة الصحة ومشرفات عشكرية شراء موحد يعني الشراء الموحد بياخد بالاسم العلي خلاص الأفضل سعرا لأن كل الأدواء كلها بنفس الجودة مفيش حاجة اسمها نفس الجودة نفس الفعالية كل حاجة بنفس فهنا بنشوف عامل السعر هو اللي بيفرق في الآخر نمسك في القطاع الخاص الأطباء بيبقوا موجودين في المستشفات الحكومية ووزارة الصحة بيكتبوا بالاسم العلمي ونتائج زي الفل مفيش أي مشكلة مفيش اعتراض على هو بيبقاش عارف أنه الشركة اللي موجود في العيدات الخاصة الزملاء بشركات شطرة بتكتهد بتزور بتحفظ الاسم التجاري بيبدأ الطبيب يصخ في الاسم التجاري أو شركة معانا يبدأ يكتب وكده بالاسم التجاري يحصل نقص العالم كله احنا في مصر بنشتغل على منظومة التسجيل والتداول الأوروبي أو الأمريكي في تسجيل الدواء في مصر دي مرجعيتنا مفيش حاجة سمع دول الدول غير مرجعية لو دواء فيها مش موجود في الدول المرجعية احنا في مصر لا نعترف بيه بنيجي بقى في موضوع تناول الدواء في أوروبا وامريكا ويمكن حالك شفت بره أنك الرشدة مفيش يا دواء برشدة يا مفيش دواء عادي بره بيوصل طريقة الصرف أنه هو بيدي عنده عبوة بياخد منها كم قرص ويعبي ويكتب الاستخدام بيدياني في الأبوبة البلاستيك البرتقال اه وإحنا أصلا يعني عندنا في مصر السايز بتاعنا أو حجم التداول شريط خلاص وإحنا لا نحبز بأنه هو تبقى عبوة وتتفك وتتعمل لا هي شريط يطلع مقفول وهي تدوها مسعارة بالشريط طيب بره الطبيب بيكتب اسم علمي والصيدلي بيصرف المتاح عنده وفيش أزمة تذكر بأنك أنت بتحس لأنه الأدوية كلها شبه بعض أنا النهاردة في مصر لو عندي عدد من أصناف نقصة فهي مسأل معها لأنها الأشهر تجاريا والأكثر انتشارا والأكثر ما بيع طيب هذه الأصناف اللي هي لها نقصة هل ليها متائر وبدال لأنها ماشي الأصناف اللي نقصة دي على فكرة ما هيش عجبة مش حاجة يعني مميزة فيها سحرة مش اختراع جديد مش اختراع جديد يعني ده أدوية زيها زي أدوية تانية موجودة ولكن فيها أصناف أكثر شهرة و أكثر دعاية فبيبقى مثلا معها أكثر خلاص لما يبقى عندي أنا جوا مصر أكثر خمس أصناف بيبيعوا واحد منهم بنادو بتاع براستامول براستامول من أكثر براستامول ده الإسم العلبي له على مستوى العالم خلاص فمصر بيعتبر واحد من أكبر خمسة بيبيعوا طب ما أنت النهار ده الأغلى طب ما أنت أصلا في حاجات براستامول تانية لشركات مصرية و وطنية نفس الجودة و نفس الفعالية و نص سعر فيها فلو نقص يسمع فلا أنا محتاج النهار ده يبقى فيه وعاد أنا عاد أقدر أقول لها السيدالي السيدالي يريده كبير دور كبير فإن هو التوعية أنا مع حضرتك موضوع كنا عملنا حلقة على قصة دول غدة نقص الغدة بلد كلها و الفيسبوك اتقلب على دول غدة نقص و ناس تقول لك أصل الناس هتنوش أصل وقتها لما بقى فيه وعي علامي أن فيه مثائل وبدائل مصرية خلاص بدأت الناس تتجه إلى المثائل وبدائل المصرية النهار ده الدول الأجنبي موجود ما حاش بيسأل عليه بقى فيه وعي وفيه توجيه سليم الدول مصري نص تكلفة الأجنبي نقص وبالتالي أنا كمواطن باستفيد بفرق السعر ليا في حاجة تانية دي قصة قصة إن أنا أرضوية كلها نفس الجودة و نفس الفعالية بفيش حاجة اسمها دواء نص نص أو المادة الفعالة احنا بل لا بني أخذ منها حتة و بفيش الكلام ده حضرتك مش موجود في الصناعة وهيئة الدواء لا تسمح بأنها بينزل دواء غير مطبخ ده كلام حلو أنا هنا هرجع لدكتور عيو ويبقى في عندي سؤال برضو ألا وهو مين اللي مسؤول عن الأسطورة بتاعة أصل المصري كفاقته أقل من الأجنبي التركيز بتاعه أقل من الأجنبي أنا بسمع الجملة دي لو أنا دخل الصادلية بيتقالي كده طب ما تاخد المستورد أحسن بيتقالي كده من بعض الناس مش هقول كل الناس بس بيتقالي كده من بعض الناس ده واحد اتنين زي ما كان أيضا بيتكلم دكتور عيو مرة تانية على مسألة مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة طيب ومن ناحية أخرى أنا ليه الرشدة ما بتكتبش بالاسم العلمي ليه بتكتب بالاسم التجالي طيب خلينا أقول وأنا دردش ما تطرع علي قبل الهوى إنه التورطة كبرة أول وحلوة في مصر أنا هي تورطة بقى تورطة الدواء تورطة الدواء احنا بنتكلم يا أستاذ يوسف على ميتين مليار جيني حجم تورطة الدواء في مصر من سبعة مليار جيني في 2003 حتى كنت برجع الرقم مع الدطرة علي عشان ممكن أكون نسيت ولا حاجة فعشان تتكلم على عشرين سنة حجم التورطة تزيد من سبعة مليار لميتين مليار لا ده قفزة كبيرة جدا هذه التورطة خلت فتحت عيون ناس كتير عليها شركات عالمية اسمارات محلية وبالتالي المنافسة جادت تبعت نفسه عالمين على ثلاثة عناصر الطبيب اللي بيكتب والصيدالي اللي بوفر الدواء وعقلية المريض وبالتالي هنا الدواء البرستامولي اللي بيكلم عليها الدكتور علي الدواء ده أصلا عمره كم سنة في مصر عشر سنين خمشان سنة عشرين سنة طيب احنا عندنا بارستامول من شركة النصر اللي في الستينات اللي يخلي دواء يخش مصر بقاله عشر سنين يبقى من ضمن خمس أدواء في مصر هي أكثر مبيعا بينما الدواء المصري الأصيل يتراجع إلى وراء هو قوة الدعاية قوة اللعب على الدنيا يعني ندف التليفزيون السيلز ينزلوا على العيادات والمستشفى يعني تمام دعاية 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 فخالي النهاردة الشركات الاسمارية عندها منتجات كتير وبتنافس وبالتالي عندها طريقتين لمنافس الطريقة الأولى أنا بكلم عن منتجي لكن فيها طرق أخرى يعني نلقسك البقى أنا بضرف في المنتج الآخر أنا منتجي مظبوط وممكن يلعب بدماغك حتى بشكل علمي لأنه فيه دواء مثلا تأثيره 1% فيه دواء آخر نزل جديد تأثيره 2% مش بيقولك أن الفرق بين دواء ده 1% يقولك أن أنا زيادة عن سابقية بـ 100% هنا كده لعب بدماغك وبالتالي هنا هناك مصالح من اللي وراء إشاعت أن أدوية التأمين الصحي أدوية غير فعالة ولاش لذبة همه برضو أصحاب المصالح فطبعا ده شيء معروف لكن يجب بقى أنه ناخد بل أنا بس فيه نخطين كده على السريع برضو إحنا مع دراش نقص دواء إحنا عندنا فائد أدوية وده شيء غريب جدا سألت سؤال إمتى أخش الصيدلية محدش يقول لي مفيش لا لا يمكن هيحصل ليه كمان لأنه فيه شقة آخر مثلا أنا بدخل الصيدلية بسأل على دواء معين أنا باخده فبيقول لي معلش يصله نقص فبلف عليه 4-5 صيدلات أقول سيدتك ليه؟ لأنه ريح دماغه مرضيش يبذل مجود معاك عشان يقول لك أن هناك مسال لكن أنا معرفش حركة في إنتين ولا أنا مقول أن مش يحصل يجي يوم أن الواحد يخش الصيدلية يلاقي دواء بشكل كامل ليه بقى؟ لأنه فيه أدواء بتلغى عالميا في دلوقتي دواء كان نوفالجين بتاع الزماني فمن غير المنطقة رحنا أطفال كنا بنسف نوفالجين فمن غير المنطقة سيدتك تقول لي أنا خلت الصيدلية بسأل على نوفالجين ما لقيتوش أنا مش لاقي الدواء لكن فيه بقى تقصير يا دكتور علي تقصير من إحنا بقى إحنا متخصصين لو أنا مش متابع إن النوفالجين بيعمل كذا وإن المفروض ما كتبوش هكتبوه ولا عيان هكدور عليه لأن النوفالك هتفهودي طيب دي نقطة مهمة أوي عايزين نركز عليها ويمكن أنا هستأذر حضراتكو هروح لفاصل عايزة رجع لدكتور علي عوف على حاجة أنا أنا بقدر أشوف مشكلة جوه الصيدليات في مصر فيه أولاد زي الفل وقفين في الصيدليات بس ما هماش دكترة هم خرجين تجارة وتربية وأداب بيكلوا عيش لما أنا هروح أسأله على الدواء ده اللي أنا بسأل عليه هيقول لي مش موجود وهو ما عندوش المؤهل العلمي اللي يخليه يرد علي بإنه بس على فكرة ده البديل بتاعه كذا وكذا 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 هو كل اللي يعرفه أنه هيروح داخل على الكمبيوتر مش موجود وأنا أظن ده من ضمن المشاكل اللي موجودة أنه جوه الصيدليات اللي موجودين ما هماش صيدلة هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام طيب كوني الترحيب وضيفنا الأعزاء دكتور علي عوف ودكتور علي عبد الله وأعود مرة تانية لدكتور علي عوف وعلى مسألة جزء من ما قد نطلق عليه نقصا أنه ابننا العزيز اللي موجود جوه في الغالبية ما هماش دكتر ما هماش صيدلانيين وبالتالي يبسأله على إيه أدواء فليقول لي مش موجود مع أنه في بدائل بس هو ما يعرفش أنه لي بدائل هو يعرف بالاسم بس يبص على الانفنتوري المخزون يبص على الأدراج مش موجود فاخب بعض يولف على تاتة أربع صيدليات تانية وهكذا جيب من ده علبة وجيب من ده شريط وجزء آخر هو إصرار الأطباء على كتابة الاسم التجاري وليس الاسم العلم هنحل إزاي أولا بالنسبة للسادلة مصر فيها أعلى معدل سادلة على مستوى العالم حلو إحنا يمكن تفوقنا على النسبة العالمية الأهم حاجة أنه إحنا بدنا بفوق 300 ألف سادلة تقريبا وده أعلى عدد موجودة فعندنا فاقد غير مسبوك في السادلة الجزئية التانية المفروض دور النقابات إنها أهاية الدواء بتعمل الدور ده دلوقتي إنها بتعمل عملية توعية للسادلة لعملية تطوير السادلة لنفسه إن هو يبقى دايما عنده ديفالبونت ويعرف القصة دي كلها جيلي القديم لزي حالاتنا أنا شخصيا إنما بقى في السادلاتي أنا بحاول إن أنا بحب أمارس مهنتي يعني أنا في الصناعة بحب أمارس مهنتي كويس بطبق الحاجة الصحة أنا بقى مثلا في وقت أزمة الدواء الغدى كنت بصور المصري بموبايل والبيشن بيبعاته للطبيب على الواتس والطبيب بيوافق على القصة دي بيجيلي جالي استشاري أعظام صديقي جاي طالب دوا سكر اللي دوا شركة أجنبية العلبة فوق ربعمل جنيه فجبت هالو وجبت له المصري العلبة مينتين جنيه قلت له شوف القصة فأرى قال لي داي شركة مصري محترمة أنا هاخد ده حالو فخدم المصري المينتين جنيه دول لصالحه طبعا هو ده أنا كالصدوري أقدر إزاي وفر للمريض المتين جنيه دول يستفيد بيهم في حاجة هنية احنا بيدفع بزيادة سوق مصر على فكرة تبقى الإحصائيات الأكوفي اللي هي مسؤولة عن إحصائيات الدواء في العالم كله بتقولك سوق مصر اللي بيبيع احنا عندنا بعض اجتماعي واختصاديات وقصة دي كلها اللي بيبيع في مصر النسبة الأعلى أكتر من 60 أو 70% من الأدوية الغالية هي اللي بتبيع مش الأدوية الأسعارة هؤلاء عشان الأسطورة بالزرعة الأجنبي هي دي النقطة احنا لو فيه وعي وفيه توجيه وفيه دايماً دورات تدريبية للنقابات للناس تحتمل بس انا محتاج الألية والإلزام يا دكتور عايز الإلزام الطبيب يلزم بكتابة روشيتا فيها اسم علمي مش اسم علمي هو برسا حضرتك هنا هنا عندنا والصيدلية تلزم إما بحاجتين ياللي واقف جوه الصيدلية خريك صيدلة ياللي واقف جوه الصيدلية واخد تدريب محترم عالي أنا مش عايز قطعيشه بوضو في النهاية يعني عايزه يتضرب مظبوط إنه ما يجاوبنيش الإجابة بتاعت أصله مش موجود لا أنا أنا ما حضرتك هو مفروض يبقى فيه وعي إزاي خصان في الظروف الحالية يبقى أنا عارف إيه المثائل والبدائل اللي هي لا تضر إنما بالنسبة للأطباء فيه من أكتر من ست سبع شهور السيد وزير الصحة أعلن للأطباء أو طلع مناجزة للأطباء بكتابة الدواء بالإسم العلمي تمام ففيه اتجاه إنما الاتجاه ده محتاجين يبقى إلزام لهم أيوة إلزام ده في إيد الوزير الصحة ونقابة الأطباء صح تمام لأنه في الآخر إحنا لابد مصر تمشي بالأسلوب أو الفكر العلمي وليس بالثقافة مجتمع مش مجتمع عايز اسمه تجاري باسمه معين هو ده اللي همشي وراء الإسم العلمي علشان ما نخشش في أزمات إحنا شكلنا النهاردة أنا البرستامولز الأشهر في مصر أنا من سنة كنت في أمريكا ما كانش موجود الدنيا ما تقلبتش يعني في حاجات تانية موجود من أسبوعين كنت في السعودية كويس البرستامولز برضو مش موجود المشهور هو المشهور أعرف حرارة جوة صدرية في السعودية دي هيئة الدواء السعودية حتى يفتق كده إن الدواء له كده بدائل ومثائل أخرى ده للتوعية للناس فالقصة هنا إحنا ثقافة أنا عايز ده الإصرار على ده ده اللي عمل الأزمة تمام إنما في الآخر المواقص اللي موجود هل ليها ولا دي حاجة عجيبة أو اختراع مش موجود الأدوية اللي هي ليس لها بدائل ومثائل موجودة بس موجودة فين في صيدليات التبع للدولة الشركة المصرية السادات الإسعاف اللي عايز يعرف موجودة لا لا في رقم 166-82 166-82 ده رقم خط الساخن لسادات الإسعاف بدلا للناس ما تروح طوابير وتسأل موجودة اللي مش موجود التليفون يعرف إذا كان وموجود في أي محافظة بدلا ما تيجي من الصعيد لحد القاهرة وسط البلد عشان تقف في الزحمة في محافظتك في أسيوت أو في اسكندرية في سيدالية هناك حضرتك تقدر من 166-82 تحصل عليه أو 15-301 هيئة الدواء المصرية 15-301 هيقول لك دواءك فين مثيله إيه سعره كام حلو الكلام ده طب أرجع أخيرا قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا أفهم أيضا مرة تانية من دكتور علي عبدالله هل هناك آلية ما قابلة للتطبيق يا دكتور تمكننا من أنه نتخطى مسألة واحد الدواء المصري ما هواش فعال اتنين مسألة لا خد الدواء ده طيب ما أنا عايز أعرف البديل طول الوقت إيه الآلية والإلزام لا لا هو الدور السيدة بتلعبه هو الدور التسقيف والإعلامي فقط لا أنا لا أستطيع إلزام الصيدلية بشيء ولا إلزام العيادة بشيء لا مش الصيدالي لا أنا بكلمة على الدور المجتمع بشكل عام المريض لأنه سوز يوسف في ناس مهددة بخطر الموت بسبب أنه توقف على دواء له مسائل الدواء الأرسل لشكل القلب مش موجود الأمدي طيب أنا عندي بديل وثنين لا أنا أعايز العلبة اللي شكلها كذا طيب أنا ما عرفش الدواء إيه أنا بخش للسيدالية يقولون عايز الدواء الفلاني اللي قال لي عليه الدكتور فلما بيقول لي مش موجود المصري أول حاجة هيسألها هو البديل بتاعه إيه المشكلة في الشاب الرائع اللي واقف لا يفند اللي لا يسألها معلش 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 ما احنا بنقول أصلي اللي حالك ما تعممش لأنه احنا في 80 ألف سيدالية في مصر مش معقول دي خالي من السيداليات وبعدين سيادتك هل حكا هبالوب على سيداليات بقى السيدالية اللي ما تلاقيش فيها السيدالي اللي فيه رجع تمام سيدالتك بضمض الأمور لأنه أنا محتاج في السيداليتي اللي يعمل لي الشاي واللي يرتب لي الدواء وكذا فاصطف لابد أن يكون ايه موجود الموضوع ده السيدالي بيقف بس بمرور الوقت في بعض السيدالة بينهك فيجي ناخد مع بعض رحلة نتجول فيها أنا وحضرتك نلف على عشر سيداليات ونعد كام سيدالية فيها كام شاب وشابة خارجين سيدالة احنا بنمارس هذا العمل لكن هناك أشياء بحتاجة تعديل منها فيه عزوف من صادل المدد على عمل في السيداليات لضعف المرتبات فالزيد دوطر علي لا من هقول سيداليات لا من هقول سيداليات لا فيها بس احنا بنمارس العمل بنمارس العمل لكن بيحصل ايه في هذا الشق أنا بأنهك جهدا ان انا عارف لو انت عملت الناس بكل المنطق العلمي ده هدي اخر اليوم يجرارك حاجة وبالتالي هنا الموضوع عايز دراسة من كل الجوانب الطبيب ومن الصعب جد جدان الأطباء بقصة كتاب لا ده موضوع يعني محتاج شوف احنا حتى الآن فشلنا ان خلي الطبيب يحط دمغة على الرجرة بتاعته فشلنا انه يكتب عشان تفاديان الأخطاء انه يكتب الرجرة على الكمبيوتر ده حاجات بتامنا نكشفين السيداليات ممكن سيدتك دخلت ما لقيتش الدكتورة عالي في السيداليات تسأل هتقول له هو جاي امتى هقول لك ما هي بيجي من الساعة 6 للساعة 12 ضعف المرتبط كمان المشكلة ان السيداليات الجدد متعليمي كويس قوي يا سيد يوسف كويس قوي صح انها مش قادر بيبحث عن دور في السيداليات بيلاقيش لانه عايز يعدي لعايز يشوف دور انت بتقول لا حاسب انت المكتوب لك اعمل لو شايف غلط متعلقش عليه ده النقطة فيه بقى مسألة قانونية ما فيش قانون بيلزم السيدالي الحديث التخرج انه يلتزم بمواعده في السيدالي يعني فجأة ممكن يقولك يا دور علي انا مش جاي بكرة خلاص مش جاي بكرة وبالتالي التفتيش برضو مع دور علي بالنقش في القصة دي لابد انه لا يبحث بس عن الامور القشرية والظاهرية في القصة لا يبحث عن الجوهر وده محتاجين في حلقات هو الموضوع انا بشوفهم واحد من اهم الموضوعات اللي لازم تفضل مطروحة على زي ما ادت النقاش كده زي ما بتقال الوقت جري الاسف الشديد لكن انا بشكرك جدا جدا بالدكتور علي عوف على وجود حضرتك معنا رئيس شعبة الدواء دكتور علي عبدالله رئيس الجامعية المصرية للدراسات الدوائية نورتنا الموضوع كبير بس انا مصر اخبوا معي دكتور علي واللف لفة على عشر صيدليات عشان هي معاك هيشوف معايا صدمة صدمة عليكم انا قلتنهم في الفصل على اسم صيدلية وانا ممكن عد اسمع بس انا مش هقولها عليها عشان ما نضرش حد يعني دي مش قواعد اخلاقية يعني على كل ان خلصت الحلقة لحد كده وحالا يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجو رقم عشرة احنا لو كلنا العمر بما انهذا الاربع يبقى نقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات